موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا اللقاء الخاص والذي نحاور فيه رئيس هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطنية الدكتور بشير الجنطري هنا في مقر رهيئة الشباب والرياضة في وسط العاصمة ترابلس بداية شكرا لك دكتور بشير على قبولك الدعوة في هذا اللقاء وبركاته فيك وبركاته فيك وبركاته فيك وبركاته فيك وبركاته فيك والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى له وصحبه أجمعين طبعا نرحب بكم ونقول لكم حلالكم سهلا وأهلا بكم في مقر دهيئة العامة للشباب والرياضة طبعا بالحكومة الوفاق طبعا نشكر حكومة قناة ليبيا الأحرار الحقيقة متابعتها لكافة البرامج والأحداث ونشكر قناة برنامج سبرتيب على الحقيقة طرحة لمثل هذه البرامج والمشاكل اللي تعانيها من قطعة الشباب والرياضة بداية دكتور نبدأ من ما يزيد عن سنة تقريبا الآن في ولاية دكتور بشير الجانتري كرئيس لهيئة الشباب والرياضة كيف سارت الأمور من البداية وأين تسير الآن الأشغال والبرامج التطويرية للي تمنيتها هيئة شباب والرياضة منذ الاستيلة طبعا ما زلنا نحن استلمنا عملنا حوالي في شهر 11 2018 طبعا كانت الهيئة في السابق لا يوجد بها هيكل تنظيمي أو ملاك وظيفي هناك إدارات وأقسام غير مسمى الحقيقة يعني بصريحة العبارة لم يوجد بناء مؤسس للهيئة بشكل صريح وواضح طبعا هناك فيه هو وطول مسافة ما بين الهيئة وما بين المكونات أو منظومة الرياضة بشكل عام كلجنة رمضية أو كاتحادات أو كأندية أو كأعلام رياضي كانت فيه فجوة كبيرة في التواصل وفي الترابط ما بيننا وهذه طبعا منظومة يجب أنها تكون مترابطة مع بعضها في كل الأحوال ونحن دايما زي ما قلنا ندعو لتتبيت الروح الرياضية في المجتمع الرياضي بشكل عام بدأنا اصدرنا عدة قرارات بإدارية للتنظيم الأساسي لخالق مناخ وظيفي وخالق على أقل جو ملائم للعمل داخل العمل الشعب الرياضي واصدرنا خرارات طبعا عن طريق المجلس الرئاسي بالهيكل التنظيمي بالملاك الوظيفي ونجحنا في هذا خلال فترة زمنية قصيرة جدا جدا بدأنا النظرة لشكلنا حوالي أكثر من ثمانية لجان تفقدية لكل المناطق على مستوى ليبيا بالكامل كانتش موجودة في الولاية السابقة لعيد شباب الرياضة؟ هنا هذه لو كانت موجودة ما كناش قمنا بهذه الأعمال طبعا قمنا بتشكيل اللجان التقييمية للوقوف على وضع الأندية للبنى التحدية داخل الأندية البنى التحدية داخل الساحات العامة المارسة الرياضية داخل المدن الرياضية بشكل عام ومع هذا كله في خط متوازي اجتمعنا بالعديد من الاتحادات ما بينها كان الاتحاد الليبي لكرة القدم طبعا واللي الحقيقة أبلغنا طبعا استياءة من الملاعب بشكل عام داخل الأندية وداخل المدن الرياضية أو ملاعب الكورة بشكل خاص وذكر بالحرف الواحد كانت ذاك الدكتور جمال الجعفلي أنه لا يستطيع البدء في مصابقة الدوري لأن الملاعب متهالكة ومزرية بشكل كبير بدأنا على الفور بالمدينة الرياضية بطرابلس عالجنا بعض المشاكل اللي كانت تعنيها المدينة الرياضية بطرابلس حديثك في الجانب التطويري دكتور يعطي بأن دكتور باشير جمتري أتى لهذا المنصب تحديدا برؤية التطوير كبداية لانطلاق حقبة جديدة كريس الهي هو الأساس أستاذ نازل لأي نشاط لأي لعبة الآن عندنا أكثر من 34 نشاط كاتحادات قائمة وغيرها من الإجهة البنية الأساس هو البنية التحديدة في أي نشاط يذكر سواء في كورة القدم أو السلة أو الطائرة أو لعبة القوة أو لعبة فردية من بعد هيأتي تقييم الاتحادات؟ هو الأساس البنية التحديدة أنت لما تبدأ تخلق قاعدة للممارسة الرياضية في أي لعبة أساسك هو البنية التحديدة لو ما عندكش بنية تحديدة مش هتستمر في مراشتك وبرامجك وما تلوش في نفس الوقت الأندية والاتحادات في عدم خلقها لمنتخبات قوية وعدم الاكتشاف لمواهب لكل الألعاب سواء في المسابقات الفردية أو الرياضات الفردية أو الرياضات الجماعية لكن دكتور عمل الهيئة ومكبتها لبرامج تطوير ملحوظة صراحة ولكن هناك وجود نظر في الشارع الرياضي تقول بأن الهيئة أصبحت الأم الحنون للأندية الأم الحنون للإتحادات الرياضية وكل من يطرق باب دكتور بشير القانطري يلبى من ناحية الاحتياجات لا هو مش كل التعبير مهوش مطلق بهذا الشكل لكن الهيئة وجودنا هو لدعم الأندية دعم الاتحادات دعم كل المكونات الشبابية والرياضية للقيام بعملها على أكمل وجه يعني هذه منظومة المهام نحن الأساسية نحن عندنا برامج تخص الشباب عندنا برامج تخص الرياضة بشكل عام من المهرجانات والطاورات وغيرها من المرايات لدينا برامج كبيرة تختص بالبنى التحدية وبالمشروعات سواء في الأندية وفي الساحات العامة وكذا كذلك هذه منظومة مترابطة ندعم الأعلام الرياضي ندعم الأندية ندعم الاتحادات ندعم كل المكونات الرياضية بشكل أو بأخير لكن ما هوش بالكلام المطلق يعني نحن للكل نحن داعمين لمسيرة الرياضة بشكل عام للنهوض بالرياضة بشكل عام لتوسيع قاعة الممارسة الرياضية بشكل عام الآن اكتشاف المواهب ألف برياضة يعني انت لو ما تكونش عندك اللعبة الشعبية الأولى مثلا في ليبيا والعالم كلها هي لعبة كرة القدم الآن انت المناطق الأكتر شعبية واللي هي ممكن تكتشف من وراها المواهب خالية وتكاد تكون خالية من ملاعب كرة القدم وهذه الأساس انت بتطور لعبة كرة القدم بدون وجود يعني أندية اللي هي تعتبر الانتقال الأولي أو الاكتشاف الأول للمواهب هي لا يوجد لديها بناء تحتية في لعبة كرة القدم وهذا الأساس اللي هو يعني من ضمن الأسس اللي أتينا من أجلها للهيئة العامة للشعبية برياضة طبيعي جدا طيب من خلال تعاملك مع رؤساء الاتحادات من دوبيل أندية رؤساء الاندية من خلال زيارتهم ومطالباتهم بالدعم وحتى من خلال تقديمكم أنتم للدعم المباشر في رحلة تطوير شاملة للرياضة في حقبك دكتور بشير هل هناك الاتماس لرغبة أو لارتقاه فكري حتى يصبح العمل متوازي الهيئة تدعم والأندية تساهم في هذه المشاريع من ناحية العمل من بعد البنية التحتية طبعا طبعا حتى بشكل منفرد حتى من خلال اجتماعنا ببعض الاتحادات وبعض الأندية وبعضهم حتى بشكل منفرد الحقيقة حرصنا على توجيه الدعم لازم يكون ويجب أن تعرف الهيئة كيف وأين ومتى صرف هذا الدعم يجب أن الدعم يقفل بشكل أساسي عن طريق طبعا المسؤول المالي في الاتحاد أو المسؤول المالي في النادي لأن هذا الدعم عبارة عن هبات وتبرعات تقدم فيها الدولة عن طريقه من خلال الهيئة لكل هذه المكونات شربية ورياضية لذا التقطاب الشكل العام للرياضة هو بالتأكيد لأنه لو الدعم هذا بالرغم من الدعم رأه نكاد يعني نقول أنه هو الدعم هذا لا يرتقي لمستوى تطوير بعض الألعاب في بعض الاتحادات الرياضية تحتاج الحقيقة لأكتر وأكتر لأن هناك اتحادات حتى مصاريفها وأدواتها يعني يعني باهضة الثمن يعني في الأمور هذه صحيح تحتاج لدعم أكبر وتحتاج لتجهيزات أكبر وتحتاج لكذا لكن مهما كان الدعم بسيط لكن يجب أن الهيئة أو الدولة بشكل عام يجب أن تعرف متى وكيف وأين صرف هذا الدعم المكونات الرياضية هل تسير في ذات الاتجاه؟ دكتور بشير تتطلع إلى التطوير العمل يقول هذا الشيء الصور المنتشرة في السوشيال ميديا من تطوير لبعض الملاعب إن شاء لبعض الساحات لاهتمام بالشباب هل رؤساء الاتحادات ورؤساء الأندية يسيروا مع الهيئة في ذات الخط يعني تدعمني ونقدم منتج أفضل نقدم الرياضين أفضل نرتقي بصورة الرياضة بشكل عام هو أستاذ مازل هذا ما نصبه له كهيئة عامل الشباب الرياضة هناك طبعا بشكل متفاوت من بين الاتحادات أو بشكل متفاوت يعني بشكل ما بين الاتحادات هناك من يشتغل بشكل جدي كبير هناك من يشتغل بوتيرة متوسطة هناك من يشتغل بوتيرة أقل من المتوسطة في المرياض ونعمل من خلال حتى في إدارة التدريب الآن في الهيئة العامة للشوف الرياضة وضعنا رزنامة كاملة حتى لعملية التهيئة حتى لموظفين الهيئة ورأساء الأقسام والأنديا والاتحادات أنها هي الرفع من أداء الرياضة بشكل عام سواء في الاتحادات سواء في الأنديا سواء في مقر الهيئة سواء في العلامة الرياضي سواء في الدورات الداخلية أو إن شاء الله تكون مستقبل الدورات الخارجية إن شاء الله لنحن نرتقب بالرياضة والمنظومة الرياضية بشكل عام وهذا اللي نتأملو لأن نحن يعني لما الناس تنتخب رئيس الاتحاد أن نتأمل منا كل خير فعلى سبيل الاتحاد أنه يوسع قاعدة المبارس الرياضية متاعها أنه يطور من حكامه يطور من مدربينه أنه هو يرتقي باللعبة بشكل أساسي سواء على مستوى المنتخبات في الفئات المختلفة أو على مستوى خلينا نقول لك بشكل أساسي على المستوى الرأسي أو المستوى الأفقي مفروض يكون التوسع في كل العبادة غالباً كرة القدم تأخذ الاهتمام الأكبر حتى من الشرع الرياضي عديدة تساؤلات كانت حول الدعم الذي يقدم للأندية لا نتحدث على الدعم التطويري أو الدعم التحفيزي فيما يخص البنية التحتية هل أندية تدوري الممتاز بالدرجة أولى تحصلت على دعم مباشر من دون مراقبة أين تذهب هذه الأموال؟ لا أين تذهب هذه احنا طبعاً اصدرنا قراراتنا واصدرنا مراسلاتنا بقفل ما استلموا المبالغ لكن هناك أول احنا ما قدمنا للهيئة العامة للشغل الرياضة تم تشكيل بقرار لجنة اسمها لجنة وضع المعايير للدعم طبعاً أبلغنا بها الجهات الرقبية بهذا الشكل واصدرت قرار وبدت اللجنة تشتغل لجنة طبعاً من الخبراء في المجال الرياضي من الأكاديميين غيرهم طبعاً على مستوى ليبيا بكامل وضعت أسس واشتراطات ومعايير ومحددات لعملية الدعم وضعت مثل أندية مثل الشعبية الأولى على مستوى ليبيا الأهليين والنادي النصب والالتعاد طبعاً الأكثر شعبية ثم بعدها درجات من طبعاً الأكثر شعبية من ناحية الجمهور والأكثر شعبية من ناحية الممارسة والمتابع المشاركة الخارجية كذلك وضعت مستويات معينة وضعت محددات معينة لعملية الاشتراك يعني حتى في الألعاب الجماعية والفردية كم عندك في الدور الممتاز سواء في القدم أو السلة أو الطائرة أو اليد كذلك في الألعاب الفردية وضعت عدة اشتراطات ومحددات لعملية الدعم علي ضوها تم الدعم طبعاً تم الدعم علي درجات معينة في الألف اللي هي الأندي الأكثر شعبية تم دعمها تقريباً ب7 ألف في هذا العام كذلك بعدها الأندي الأخرى طبعاً كأندية الدول الممتاز 600 ألف ثم 500 ألف ثم تقريباً 400 أو 300 ألف بعدها أندية الدرجة الأولى طبعاً هناك اشتراطات في أندية الدرجة الأولى وعلى حجم النادي وعلى شعبيتها ونادي مناطق أولاد طبعاً هذه كلها وضعتها لجة المعايير لـ 150 ألف لـ 100 ألف طبعاً هذه طبعاً الأندية هو ما تم دعم حوالي 16 مليون و800 وكسر طبعاً بقية المبلغ طبعاً حيدعوا إن شاء الله خلال الفترة القادمة لبقية الأندية الدرجة الثانية والثالثة اللي إليها طبعاً نشاط ملحوظ مع الابتحادات الرياضية وللأندي حرية تتصرف الأموال هو طبعاً النادي عنده عدة التزامات إحنا ما نبوش مقيدوا النادي عنده أجور طبعاً مرتبات عاملين عنده أجور مرتبات المدربين في الفئات ومساعدين المدربين وكذلك الأطقم الفنية في الألعاب والمسابقات المختلفة سواء في الألعاب الفردية وجمعية طبعاً لديه بعض المصاريف الأخرى اللي هي تتمثل في المعدات والأجهزة والأدوات اللي خاصة بالألعاب كذلك بعض الالتزامات طبعاً اللي هي ممكن من شهور سابقة وكذا طبعاً هناك النادي طبعاً لن بيتعاني في النادي تستغلها في صفقة مرة تلاعب طبعاً ما نجزموش يعني بكم النسبة اللي حتكون يعني في هالأمور يا لك نحن بشكل أو بآخر طبعاً توجيهنا للدعم وبنبالغنا للدعم رأي تتجه للأمور هادي الأجهزة والأدوات والملابس والمعممات وأجور بعض المدربين وبعض الأطقم الفنية في هذا الشيء الدعم قرات اللجنة جزء من الدعم الآخر يتجه في البنع التحتية وهذا اللي احنا والأكتر شعبية هي كانت كرة القدم في هالأموريا بناء على التقارير اللي اللي ممكن تكرتلك لها في اللي جان الثماني اللي هي جابت وطبعاً طلعت عليه كل المشاكل في ليبيا كلها يعني في الجنوب في الشرق في الغرب وإحنا دايماً على مسافة واحدة كهي عامل الشباب والرياضة رانا في عملنا على مسافة واحدة ما بين جميع المناطق يعني مسلحة الشرق للعامل منطقة الشرقة ومنطقة الغربية ومنطقة الجنوبية بالكامل لأن احنا همنا الوطن وحنا نذكره دايماً نقوله ما تفسده السياسة تسلح الرياضة في البنع تحدثنا عن الأندية فيما يخص كرة القدم لدينا الاتحاد الليبي لكرة القدم الجهة الأكتر جهة تقريباً إدارية رياضية في ليبيا بحاجة إلى المال من بوش نضطر في موضوع النتائج وغيرها هل فعلاً هيئة الشابة والرياضة هي من تكفلت برسوم أجور وتوقيع عقدة المدرب وزير بن زرتي مؤخراً؟ طبعاً هو إحنا ندعم في منتخبات إحنا ممكن ما نقولكش ندعم في أي إنكار رئيس الاتحاد لك إحنا لدينا منتخبات فئات سنية مختارة منتخبات منتخب الأولمبي أو منتخب الناشئين أو منتخب الأول ندعم في منتخباتنا هناك التزامات من قبل الاتحاد الدولي أو من قبل الاتحاد الأفريقي كاف في مسابقاته وهذه لو أنت مشاركتش حتتعرض لعقوبة يعني ولسنوات في الأمور هذه إحنا الدعم من هذا المنطق إحنا بالضبط هو الدعم حيقدم من هذا المنطق وليه منتخباتنا بشكل أساسي يعني في الأمورية ما نبوش نحرموا شبابنا ونحرموا رياضينا وأبطالنا من المشاركة في كل المسابقات أي إن كانت الظروف يعني في الأمورية هل رئيس الاتحاد ديب الكرة القدم طلب من أهية شباب ورياضة هو بالتأكيد أن يتوفير مدرب أجنبي لا هو طبعا حتى لما تحدث بشكل مباشر أو غير مباشر إحنا كانت مشكلتها في تفوير مدرب كفو للمنتخب إحنا سواء المدربة اللي يتعاقدوا معها الآن أو غيرها من المدربين إحنا تحدثنا معها بشكل مطلق يعني هو في حارة استعانته بمدرب أجنبي سواء عربي أو غير عربي إحنا ستكون الهيئة عامل مساعد له في توفير المبالغ المالية لعملية التعاقد في هالأمور هذه طبعا إحنا كل دعمنا حتى للمنتخب الليبيس في كورة القدم سواء في 2018 أو تصفيات طبعا أو في مبارد حتى جنوب أفريقيا أو غيرها من المعسكرات اللي تمت سواء المنتخبات الثلاثة أو منتخب بما فيه من منتخب الأول طبعا الدعم اللي قدمناه إحنا مثل الدعم العيني هو يعني سداد أجور الفنادق بالكامل التنقلات أمور التعلق يعني تعامل بصورة فوتير يعني هو بالتأكيد طبعا من خير الشركات معينة طبعا ما تمش دعم مباشرة بقيم مالية وهذا اللي طبعا هذا حتى اللي رغبة لاتحاد العام الليبي لكورة القدم إنه هو إحنا يا دكتور عندنا التزامات أو يا هيئة عندنا التزامات راح نبقى تسديد هذه التزامات عندنا معسكر الآن مثلا لمدة 15 يوم أو 20 يوم في تونس عندنا معسكر في المغرب عندنا تنقل مثلا في مباريات عندنا كده وتسدد الهيئة بنا على هذا الأساس حتى اللي توفر عامل الثيقة جيد جدا وهذا دور لابد أن تلعب هيئة شباب ورياضة ونتفق في ذلك إجابة مختصرة أكثر فيما يخص المدربة الحالي للمنطقب الوطني كورة القدم حتى يكون المشاهد على الطلاع فيما يدور هل الهيئة تكفلت بأجر المدربة الحالي بالعقد المبرم؟ للآن الهيئة لم تتكفل بشيء لك إحنا أبلغناهم إن إحنا حنتكفل بأجور المدرب أي إن كان بعد مطالبة مباشرة من رئيس الاتحاد هو طلبه مباشرة من كده وطبعا استلمنا نسخة من العقد طبعا المدرب معاها الطاقة متاعا المساعدين كده بمبلغ معين يعني في هذه الأمور هي طبعا شفنا قانونية هذا العقد وإجراءاتها مع المكتب القانوني وإن شاء الله خاطبنا طبعا المجلس الرئاسي بالخصوص هذا الفلان وأبدأ رغبة الحقيقة مشكور المجلس الرئاسي في تسديد مبالغ قيمة العقد كم تقدر دكتور قيمة عقد الجهاز الشهر؟ هو طبعا 30 ألف دولار الشهر تقريبا قيمة التعاقد لمدة 6 شهور للطاقم كامل أو للمدرب؟ هو للطاقم كامل هو تكفل بالطاقم كامل مدرب 30 ألف دولار 30 ألف دولار طبعا للطاقم كامل أو المجلس الرئاسي بشكل عام مشكور حيتكفل بسداد هذا المبلغ طيب هل مطالبات الرئيس الاتحاد يعني مساعدة الاتحاد له في مطالبات أخرى طبعا رئيس الاتحاد هو حتى مع وجور المدربين المحليين هذا هو السؤال وهذا طبعا اتطرقت معاه طبعا وتحددت معاه تليفونيا وبشكل مباشر طبعا أبلغته ومشكور طبعا تحددنا معاه في عدة أمور فيما يتعلق حتى الأمين العام ورئيس الاتحاد في على أقل تغطية مصاريف وجور مدربين المحليين لمتخبات المختلفة سواء منتخب الناشئين أو منتخب الأولمبيو أو منتخب طبعا وطالبناه أنه يوفينا برسالة بسمية بأجور أو قيمة كل مدرب المدربين المحليين وإن شاء الله نحسم هذا الأمر هل هذه رسالة اطمأنان للمدرب المحلي المطالب؟ ستكون بالتأكيد إن شاء الله وخلال الأيام القادمة القليلة القادمة إن شاء الله مشاهدين الكرام هذا نعم يعني حصريا لقناة ليبيا الأحرار الحقيقة نحن نكون خلال الفترة القريبة القادمة سنتم تسديد التزامات للمدربين على قد اللي وفينا بهم الاتحاد الليبي لكورة القدم أجوره من شاء الله خلال الفترة القادمة نعم هذه نقلة أخرى مشاهدين الكرام في الوقت الذي وقع فيه رئيس الاتحاد الليبي لكورة القدم مع مدرب أجنبي وهو المدرب أوزيل بن زرتي تكفلت هيئة رئي عامة الشباب ورياضة بدفع أجور المدربين المحليين الذين طالبوا في أوقات سابقة بصرف هذه المرتبات هذا اللي قام وتواصل مشاهدين الكرام سنفتح أكثر من ملف ولكن من بعد نخرج لهذا الفاصل ثم نعود ابقوا معه من جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا اللقاء الخاص حدثنا في الجزء الأول بصورة موسعة لنوعية الدعم المقدم من قبل هيئة الشباب ورياضة للأندية وكذلك للاتحادات الرياضية والمخرجات التي كانت موجودة أهمها الدعم الذي تحصلت عليه أندية كورة القدم والدعم المباشر الاتحادية بكورة القدم من بينها عقد المدرب الأجنبي فوزيل بن زرتي مع المنتخب الأول وتكفل الهيئة بدفع أجور المدربين المحليين سنتحدث في الجزء الثاني على نوعية الدعم في تطوير البنية التحتية بشكل عام وهو المشروع الذي أطلقه الدكتور بشير الجانطري من وصوله إلى رئاسة الهيئة هنا في ترابلس مرحبا بك مرة أخرى دكتور بشير مرحبا تارس بصورة موسعة المشاريع حتى جغرافيا يعني المناطق التي غطتها لأيا من ملاعب من صالات من ملاعب كرة قدم خمسية على أقل تقدير هو طبعا في بداية من شهر 11 تقليلا بدأت اجتماعاتنا بشكل جدي طبعا في عدة مسارات من ضمنها مسار التعلق بالبنى التحتية اجتماعنا بالعديد من الخبراء بالعديد من المكونات الرياضية بشكل عام وما بينها الاتحاد اللي بي لكرة القدم عنها داك اللي هم يعني يستشعر خطر من فقدان الموهبة الرياضية خاصة في لعبة كرة القدم لعدم وجود ملاعب يعني حديثة وملاعب متطورة وملاعب صالحة بشكل عام صالحة لللاعب في المناطق وخاصة ذات الشعبية أو المناطق ذات سكان يعني مناطق السكانية الكبيرة ويمان المنطقة طبعا هذه طبعا بناء عليها تم تشكيل لجان تفقدية لكل المناطق تقييمية لكل المناطق طبعا زارت مانية لجان طبعا جابت ليبيا بالكامل جمزلها في المنطقة الغربية وأقصى المنطقة الغربية والجنوب الغربي في المنطقة الشرقية بالكامل في المنطقة الجنوبية بالكامل في منطقة طرابلس الكبرى وما حواليها طبعا جابت كل المناطق وطبعا أثت بتقاريرها يعني مأساوية الحقيقة في الأندية وفي الصحات الشعبية وفي كده تفتقر لأبسط الإمكانيات وعلى راسها كانت اللعبة الشعبية الأولى كرة القدم هي كرة القدم يعني نادي يعني يفتقر وأساسي يشارك في مصابقة القدم ولا يوجد لديه ملعب صالح لكرة القدم بشكل عام كذلك استشعارا منه حتى لما اجتمعنا بالمكتب التنفيدي للاتحاد الليبي لكرة القدم وصرح رئيس الاتحاد أنه هو لا يستطيع البدء في المصابقة لأنه لا توجد ملعب صالحة لأداها المصابقة أو للصمرة في هذه المصابقة وعن الفور الحقيقة تم معالج تسيانة وتطوير ملعب المدينة الرياضية بطرابلس سواء من ناحية المنصة الشرفية ومكوناتها أو خلال غرف تغيير الملعب الصغيرها بملحقاتها كاملة بملحقاتها أو تسيانة المدينة الرياضية بالكامل كذلك ملعب عليس قوزي كذلك المدينة الرياضية بجدابية بالكامل بملعبها بمرافقها الصحية كذلك ملعب ابنينة طبعا تم سيانة وتطويرها بالكامل وتغيير الملعب بالكامل بعدها بدأنا في وضع خطة استراتيجية معينة للاهتمام بكل المناطق على حد السواء وبالبنى التحتية على حسب الكتافة السكانية الموجودة عليها أمنت ملعب كرة القدم وانتقلت الملعب الثاني من تطوير بالتأكيد طبعا بدأنا في ملاعب زي مثلا في المنطقة الجنوبية وادي الأجال حوض وباري بالكامل يعني سوا في بعض الأندية في منطقة وباري ومناطق وادي الأجال بالكامل مناطق أندية سبهة زي نادي الإلال والقرطبية والشرارة وبعض الأندية الملعب البلدي سبهة مضمار الملعب البلدي سبهة طبعا نسو التجاز حوالي 60-70% كذلك المنطقة الشرقية في مادي دارلس والملعب المدينة الرياضية الملعب الجانبي والمضمار والمرافق الصحية والمدرجات وغيرها كذلك الأندية في المنطقة الشرقية المنطقة الغربية طبعا بداية من سرط الملعب البلدي في سرط في ملعب تاورغة رئيس في الساحة الشعبية في تاورغة كذلك ملعب منطقة هون وغيرها من المرافق الأخرى كذلك في حوالي أكثر من 8-9 مشاريع في مدينة مصراتة كملعب كرد قدم أو بعض الانشاءات والتطوير وصالة الرياضية كذلك حوض صباحة في سليطن وإنشاء بعض الملاعب في مدينة سليطن كذلك في الخمس وفيهم سلاتة ملاعب كورد القدم حديثة ومتطورة أكثر من حوالي 6-7 ملاعب كذلك في جاربولي في طرابلس يعني نادي الشباب الوحدوي نادي الأهلي نادي الاتحاد نادي الوحدة يعني كل الاندية جل الاندية الحقيقة بدون وصلها دعنا بالكامل هادبونا التحتية بالكامل للملاعب كذلك الصيام بعض المرافق حوالي أكثر من 79 ملعب أو 80 ملعب على مستوى ليبيا بالكامل المنطقة الغربية بالكامل في الزاوية في اللومبي في أساريا في رفيق في سرمان في صبراتة في الزوارة في جميل في العجلات في كل المناطق الحقيقة في كباو في جادو في الرحبات في كل المناطق الحقيقة يعني أغلبية هذه تم الوصول لها الكهية عامل الشباب الرياضة في بدر في منطقة السعان طبعا ممكن بعض المناطق ممكن ما نذكرهاش لكن ما يسعنيش التذكرها لكن أغلب المناطق وجل المناطق بدأنا فيها في الشغل والحمد لله يعني أكثر من 60-70% من هذه الملاعب طبعا جاهزة طبعا للإفتتاح وبدأت فيها طبعا حتى اللاعب والمسابقات بدأت عليها كذلك هناك الصالات الرياضية زي الصالات الرياضية في مصراتها الصالات الرياضية عندنا أكثر من 3 صالات أو 4 صالات الآن بني فيهم العامل في مدينة الرياضية في ترابلس صالة الرياضية في منطقة بالوليد طبعا هناك العديد من الصالات الرياضية سواء في الألعاب الجماعية أو في الألعاب الفردية عندنا تجهيز وصيانة وتجهيز وتطوير بيوت الشباب حوالي أكثر من 10 بيوت للشباب تجهيز بالكامل سواء في منطقة الجنوبية وفي منطقة الغربية وفي منطقة الوسطى تجهيز وتأتيت بيوت الشباب بالكامل هناك صيانات لبعض المقار الكشافة في ليبيا هناك عمل حقيقة نحن نعتبره فيه يعني نخلطه في الليل بالنهار في الشغل سواء في إدارة المشروعات أو في الإدارات الأخرى سواء في الشيوية والمالية أو في الأجهزة الفنية الموجودة داخل الهيئة أن نحن حقيقة نساهمه في تطوير البناء التحتية بشكل عام سنة 2020 إن شاء الله حتكون يعني شغلنا حيكون مركز بشكل أكبر على ثلاثة أشياء أحواض الصباحة الأولمبية والنصف الأولمبية الصلاة الرياضية الفردية والجماعية وحيكون عام بإذن الله للشباب بشكل خاص من خلال توفير مراكز للشباب بشكل كبير يعني بشكل كبير وبشكل مستوى يستوعب الشباب بشكل عام كذلك في الاهتمام والتطوير ببيوت الشباب بتصاميم معينة لبيوت الشباب وصيامة وتطوير بيوت الشباب بالكامل هكون فيه يعني نسبة كبيرة من البناء التحتية حتكون لبيوت الشباب إن شاء الله والهيئة لو إن هي سنحت الفرصة لخلال هذا العام لدخول شركات أجنبية من أي بلد إن كان لكانت قامت بإنشاء بعض الملاعب لكورة القدم اللي تستوعب عشرين وخمسة وعشرين وخمساشل ألف متبرش لكن طبعا الظروف اللي ممكن فيها ليبيا هي اللي منعتنا عليه استجلاب طبعا الشركات أجنبية لتنفيذ باعة اللي هي تطلب طبعا تقنيات معينة مغير المنطقة مطالبة الهيئة بإنشركات أجنبية في هذا التوقيت طبعا هي كانت بالصعوبة بما كانت نحن نفدوها بعض المشروعات بما أنك تكلمت عن جوزية هذه دكتور بشير نشاهد لان مشاهدينا بعض الصور من زيارتنا في وقت سابق لملعب النهر الصناعي في المدينة رياضية ترابلس والتقطنا هذه الصور عبر كاميرا ليبيا الأحرار الملعب الذي توقفت فيها عمال الصيانة لظروف سنتعرف عليها مع الدكتور بشير الآن لأسباب ربما خارج إرادة هيئة الشباب ورياضة التي تهتم في ذات الوقت بتطوير المدينة رياضية أو الملعب الرئيسي في المدينة رياضية ترابلس ملعب ترابلس الدولي دكتور بشير ملعب النهر ملعب النهر طبعا الصيانة توقفت فيه تقريبا من شهر من 2011 إلى الآن طبعا من سنة 2018 اجتمعنا في نهاية سنة 2018 طبعا مع الجهاز تنية المراكز الدرية إنه هو الجهة المتعاخدة عن المشروع واجتمعنا بالشركة المنفذة اللي هو مندوب الشركة المنفذة والمدير الاقليمي للشركة المنفذة في أكتر من الاجتماع واللي أبدو استعدادهم كشركة ورغبتهم للانتهاء من الأعمال في ملعب النهر الصناعي وبالفعل يعني قدروا المبالغ المتاحة من اللي يستحقوها للاستكمال الملعب تم دفعها طبعا كهيئة عامل الشاب ورياضة نهر عن طريقه من خلال وزارة التخطيط للجهاز لكن هذا كل الأمور تمت في شهر 2 و 3 طبعا بعد الأمور الأمنية اللي حددت في طرابلس طبعا أحجمت هذه الشركات على الدخول لليبيا بأي شكل من الأشكال لكن احنا يراه كافة الاتزامات اللي ممكن متبقية على ملعب النهر من قدر هيا العامل الشاب ورياضة تم تسديدها لجهاز تنمية طور المراكز لدارية اللي هو الجهة المتعاقدة احنا كهيا عامل الشاب ورياضة رأنا جهة مستفيدة طرف ثالث جهة مستفيدة من المشروع فقط ومشرفة يعني بشكل عامل تأكيد طبعا من ناحية ورياضة طبعا راح ناولي أول مرة طبعا في ليبيا ناولا من كل استاد مازل الآن جمب ملعب النهر يتم إنشاء ملعب الهوكي طبعا وهذا على جميع الشمال أفريقيا لأول مرة وهذا طبعا باجتماعنا بالاتحاد الليبي للهوكي سيتم إن شاء الله خلال الفترة القادمة في أقل من شهر افتتاح الملعب الجديد اللي هو ملعب الهوكي في مدينة طرابلس إن شاء الله اللي هو بجانب ملعب النار ليس بعيد مشاهدين الكرام على ملعب النار وفي ملعب طرابلس الدولي بعض الجدل وكثير التساؤلات حقيقة حول هذه الصور التي سنشاهدها الآن حول التطوير اللي نشاهدها والملعب من اختيار بعض الألوان التي تحتاج ربما لإجابة لأكثر من سؤال دكتور بشير أحيانا الشرع الرياضي يطرع عديد من التساؤلات تصدر السؤال الأهم اختيار لون الأزرق للمضمار كان يعني السؤال يحتاج لإجابة من ناس متخصصة في هذا هو طبعا هو أنا بالدرجة لنا شخص متخص في مجال الرياضي ولي 36 أو 37 سنة وأنا شخص متخصص وهذه معندي طبعا سوا في ألعاب القوة أو غير ألعاب القوة طبعا حتى كمادة التلاتان في ألعاب القوة اللون هذا والمادة هذي بالذات هي الأحدث في مجال الألعاب القوة في هذا المنضوع هذا حبينا تغيير لون المضمار طبعا بناء طبعا جلوس مع الشركة المنفذة ومع أبع حتى حتى السعر المادة هذي أكثر من السعر العادي فعلا مراهيح نحن في البداية كنا حنقوموا بتنفيذ الملعب بشكل إنشاء من جديد يعني في هذه الأمور هي لكن بعد ما دارت جس المعندسين للأرضية والشركة التركية للمادة اللي هي السابقة طبعا فضلت الشركة التركية وبشكل كبير جدا إن هي تعالج لأن المادة كانت ممتازة بمادة الأولى بالأولى نعم إن هي مش من طبقتين هي من طبقة واحدة والطبقة الواحدة هذه المططية يعني طبقة ممتازة بناء عليه طبعا الأتراك الفنيين في هالموضوح هذا اللي هو استجربتهم الشركة المحلية اللي هي شركة الملاعب الحديثة ملاعب اللي بيها الحديثة تقريبا طبعا بناء عليها إحنا قبل ما تبدأ الشركة في العامل شكلت لجنة بقرار لجنة فنية من أساتذة والمتخصصين في ألعاب القوة طبعا من عميد كل التربة البدنية وهذا شخص متخص ورئيس اللجنة الفنية للاتحاد العامل لعاب القوة لسنوات كبيرة كذلك لأستاذ عمر العياد طبعا أستاذ طبعا في مادة ألعاب القوة سواء في ألعاب الميدان أو المضمار مشخص على دراية كبيرة وواسعة طبعا بإضافة لأستاذ أيضا في مجال التخصص إضافة لأستاذ من بنغازي طبعا أخونا وصديقنا طبعا من شكلة لجنة لهذا الغرض بدت في ربط مع بدت في ربط مع الشركة المنفدة في كل مراحل التنفيذ طبعا في العيوب في قص هذه العيوب ومعالجتها في إصلاح بعض العيوب في الميوم بشكل عام في جس الأرضية اللي تحت الثلاثان بشكل عام وطبعا لما سؤلنا عليه طبقة المضمار وإنك أنت تكون بطبقة أخرى فوق المضمار القديم طبعا هذه حتى في إفادة من الاتحاد الدولي بهذا الخصوص لدينا وطبعا هذه طبعا كانت حتى آراء من اللجنة الفنية اللي شكلت لهذا الغرض هناك نماج كثيرة يعني حتى في دول أوروبية الآن عندنا حتى بالفيديو يعني بعض المواد الفيديو طبعا في تركيب مضمار على مضمار آخر طبعا هذه قانونيتها ونسبة المططية وكذا توصلت من الاتحاد الدولي بهذا الخصوص كشركة توصلت مع الاتحادات الإقليمية في هذا الموضوع وكانت لا بأس فضع المعايير لكن هو حتى وضع المضمار الآن له نسبة الإنجاز حوالي من 45% إلى 50% فقط يعني ما زال هناك إجرعات أخرى من حيث التخطيط من حيث التنظيف من حيث الاكسسوارات اللي حول سوال بردورة الداخلية أو الخارجية سوال المانع المائي والمانع المائي طبعا ممكن تناهي لأسماعي لا المانع المائي والله ممكن يكون داخل المضمار لا هو يكون داخل المضمار ولا خارج هذه قانونيتنا وإحنا أساتدة في مجال التربة البدنية والرياضة وهذا مجالنا وهذا عملنا وهذه مهنتنا يعني إحنا أكتر دراية من أي شخص ثاني كناس أكاديميين يعني في هذه الأمور وعلى دراية عمرنا يعني إلا ما يعني ممكن يكون سهو ولا كده لكن عمرنا من قوموا بالخطأ يعني في هالأمور هذه ودائما محسوب عملنا في كل عمل نقوموا به لازم يكون محسوب بشكل دقيق يعني أكتر من أي شخص من خلال حوار معك دكتور بشير وضع إيمانك بالتخصص إيمانك بالكفاءات بالناس الأكاديميين تقريبا من فترة ما شاهدناش دمج واستقطاب للأكاديميين خريجي كلية التربية البدنية أو الدكاترة من خريجية الكلية بهذا الشكل أنا تقريبا حاضرتك وظفتهم في أكتر من لجنة وحاليا نشوفه في العمل مبني على أساس هذه الكفاءات هو أستاذ مازن طبعا حتى الخبرة لاحة دور كبير جدا جدا طبيعي واني الخبرة في المجال الرياضي راهي أنا نعتبر فيها النقطة الأولى في هالموضو هذا مرات حتى المتخصة والأكاديمي ما لم يقرن هذا العمل هذا بالخبرة في المجال الرياضي يجب أن يكون صعب تجربة يعني تكون فيه عيوب وفيه نواقص كبيرة جدا في هالموضو يعني هو الخبير في المجال الرياضي أو لليه باع 20 و 25 سنة طبعا و 30 سنة في المجال الرياضي في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان يكون أكتر دراية ومعرفة وإلمام وعمق ثقافي مهني بكل بالتخص متاعه من أكتر من المتخصص إن المتخصص مرات يكون حتى في في ناحية أكاديمية معينة في جزء معين في جزئية معينة لكن يجب أنه لما يكون الأكاديمي يقرن عمل هذا الخبرة بالناحية الأكاديمية حيكون أكتر وأوسع واشتغلت على الجانب هذا وبالتأكيد يعني إحنا حوالي من سنة 1983 بالأحرى وإحنا موجودين في الحقل الرياضي يعني ما خرجناش منه سواء من المحهد المتوسط للجامعة للماجستير للدكتوراه طبعا هذه امتدت لسنوات حوالي 37 عام في هالمجالات يعني هل الدكتور بشير القمطري راضي عن نفسه في السنة الأولى من ولايتك رئيس لهيئة الشباب والرياضة؟ والله هو طبعا خلي نقولك على شيء ما أزنه هو همنا دائما الوطن وهمنا كافة فئات وشريح المجتمع وهمني كافة نوفر المكونات اللازمة من إنشاءات وملاعب وصحات وكدا يعني لأبناء وطني بشكل عام يعني إني كافة يعني كافة نشعر الناس يعني كل من ننشي ملعب في نادي أو في صحة شعبية أو في منطقة أو في كدا لما نشوف السعادة في وجه الأطفال أنا بروح تغمرني السعادة لا ماتين لها في هالأمور هي ودائما نحن هالوسط الرياضي لازم تكون مترابطين ولازم نكون متحابين ولازم نكون دائما نذكر فاها بشكل دائم نحن لازم تكون عندنا روح رياضية الروح الرياضية شن هي نحن دائما نتكلمه هي هي اللي دي قوامها التواصل والترابط والتعازل والتعاون كل هذه المفردات هي تشكل الروح الرياضية في الأمور هي ويجب أن نحن نكونوا كأعلام رياضي وكمسؤولين في الهيئة وكاتحادات وكلجنة رنبية وكغيرة وكأندية يجب أن نكون نحن مترابطين مع بعضنا باش ننهضوا في المستوى الرياضي سواء على المستوى الأفقي أو على المستوى الراسي ويجب أن نحن نشتغلوا يعني بشكل آمن وبشكل مؤتمن متكشفة وفي تواصل مع بعضنا ولازم يكون حتى نقدنا في الأعلام الرياضي يكون نقد البناء يعني النقد اللي هو موضوع بمعايير معاوية معينة للارتقاء بأي لعبة وبأي نشاط أي إن كان في هذه المراهية ويجب أن نحن يعني كاتحادات وكأندية لازم يكون لدينا استراتيجية ولدينا رؤية ولدينا مجموعة الخطط اللي تشكل استراتيجية اللي هي قوامها الاهتمام مثل لمدربيننا الاهتمام بداراتنا الاهتمام بفنينا الاهتمام باللعبة نفسها وتوسيع قاعدة ممارسة والاهتمام بالبارزين منها من المستويات الرياضية الأولية فيها المراهية وصولك دكتور بشير لرئاسة الهيئة كان وسط ترحيب وسط قبول إيمانا بقدرتك إيمانا بكفاءتك إيمانا بتجربتك اللي أنت ذكرتها لكن هل في الحقل الرياضي تتوفر ليبيا على كفاءات من هذا النوع حتى من خلال تواصلك ليسان أولا كرس الهيئة مقارنة بالمناصب المتولاء حاليا لا هي بالتأكيد هناك ليبيا تصفر الحقيقة بالقيادات موجودة حاليا في الأجساء تأكيد هي طبعا الوسط الرياضي بس طبعا وخاصة هالفترة هذه طبعا بيئة طبعا لها دور في هالأمورها خاصة اللي فترات معينة يعني دايما الوسط الرياضي حنيه وفي عديد من السنوات كان وسط بيئة صالحة للعمل في هالأمورها لكن هالظروف وهالمرحلة لها دورها لكن ليبيا دايما ولادة للقيادات ولادة للخبراء والمتخصصين في هالمجال هذا ولادة للقيادات اللي هما يعني حقيقة حازت عليه العديد من المناصب والمكاسب والمسوعة المستوى العربي أو الافريقي أو حتى الدولي ليبيا لها باع طويل ولها سيرة ذاتية حسنة وعطرة على مستوى حتى تأسيس بعض الاتحادات العربية وعلى رأسك الاتحاد العربي لكرة القادمة اللي أنشئ وتأسس في حضر ليبيا في ليبيا أشكرك مع الختام دكتور بشير على قبولك الدعوة واستقبالك لنا هنا في مقر الهيئة في وسط العاصمة رابيس بارك الله فيك وأنا نشكركم ونشكر لحضوركم الحقيقة هذه قناة ليبيا الأحرار وبرنامج سبورتيف طبعا من البرامج اللي تحتى بمشاهدة عالية والحقيقة يتناول دائما في قضايا وفي مواضيع جد مهمة وجد متميزة ونجدد شكري لكم ونجدد طبعا تحيتي لكم وتقديري لكم ومبارك الله فيكم شكرا الشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن التتبع لهذا اللقاء الخاص على أمل لنلتقي في حلقات خاصة أخرى مع شخصيات رياضية لتوضيح الصورة لشارع رياضي في الختام تقبل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة